عودة إلى ملف المحادثات السياسية الليبية في القاهرة وتونس حيث تنضم إلينا من القاهرة دكتورة سمية عسلاء الكاتبة والباحثة المختصة بالشؤون الليبية دكتور الآن هل بات طريق ممهدا وبعد مشاورات الغردقة الأمنية والعسكرية وبعد تحديد معايير التعيين في مناصب السيادية في بوزنيقة هل بات طريق ممهدا لبدء مناقشة المسار الانتخابي والدستوري؟ نعم هو بالتأكيد بات الطريق ممهدا يعني مناقشات واجتماعات مجدية في مصر يعني نظرا لأن مصر الآن تمتلك عدة أدوات ومنها الأدوات السياسية والعسكرية والدبلوماسية وأصبحت مصر يعني الآن بعد المعركة التي خضتها في ليبيا دون أن تطلق رصاصة واحدة باستخدام قوتها وموقعها الدولي سواء كان كروت الضغط السياسي أو الدبلوماسي أو ما إلى ذلك يعني أو مكانتها الدولية وفي يعني خلال ردع الخطر التركي في ليبيا يعني صراحة كانت الاتفائيات أو خلال نقول المحدثات التي جرت في المغرب لم تكن يعني بالجدول كافية أو لا أو يعني خلال نكون لم يكن فيها الضمانات الكافية لتنفيذ البنود ولكن ما يجد في الأمر أن يعني اتفاقيات التي ستحدث في مصر أو المفاوضات التي ستحدث في مصر فيها طبعا رعاية أممية وفيها ضمانات أممية يعني الأمم المتحدة ستشرف عليها ثانيا يجب يعني أنا أرى أنه يجب خلال هذه المناقشات التركيز على أن يشمل بنود الدستور الجديد في ليبيا كافة فئات الشعب وطبعا المناطق الثلاثة الذي سبقوا أن تحدث عنهم الرئيس السيسي في ليبيا وأن يكون هناك حضور عن فئات الشعب الليبي كافة خصوصا أن ليبيا تلمع مفهوم دكتورة ولكن يبدو أنه يلوح في الأفق محاولات من الغرب الليبي لتعطيل المسار السياسي وما تم التوصل إليه من مباحثات في الغردقة ربما خاصة هنا ألوح إلى تصريحات وزير الدفاع في حكومة الوفاق بأن الجيش الوطني الليبي يستعد التحرك باتجاه ترهونة وغريان وبو وليد في الوقت الذي يتم فيه تحقيق تقدم نادر ما بين الأطراف هل تتفقين بأنها محاولة ربما للعرقلة؟ يعني هي محاولات العرقلة متوقعة جدا ويعني هو أمر مطروح طبعا لن تقتصر أبدا على الغرب الليبي نحن نعلم أن هناك ما زالت بقايا ميليشيات حتى وأنها إن كانت يعني تعيش على قوت الشعب الليبي الآن ويعني خلنا نقول مرتزقة أردغان ما زال بعضهم متعددي الجنسيات في ليبيا ولم ننتهي أيضا من هذا الخطر حتى الآن وهو خطر أيضا يهدد تنفيذ الاتفاقيات التي ستجري في القاهرة بالإضافة طبعا كما ذكرت حدثك في الغرب الليبي ولكن وجود ضمانات من الأمم المتحدة وجود مصر في الصورة أيضا سيشكل نوع من أنواع الضغط المباشر على كل يعني خلنا نقول أي جهة خارجية أو داخلية تعوق تنفيذ هذه الاتفاقيات التي ستحدث في مصر أو النقاش الذي سيجري في مصر غدا ولكن دعيني أقول لك أن مصر لن تسمح أبدا بوجود أي عرقلة لأن الرئيس السيسي وضع شرط أساسي وهو أن لا تعدم تدخل أي جهات خارجية وثانيا أن لا تكون هناك أي تواجد أجنبي على الأرض الليبية وأن يكون القرار الليبي في يد الشعب الليبي ممثلا عن جميع فئاته فقط لا أحد غيره طيب الآن تونس تصديف الاجتماع الأول المباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي هل تعد الاستضافة التونسية مكملة لمسارات القاهرة وبوزنيقة وجينيف خاصة وأن هناك من يرى أن تعدد المسارات ربما يؤدي إلى تشتيت الجهود لا لا يعني هي لن تعتبر مسألة التشتيت بل هي دعم للمفاوضات الليست تجري في القاهرة ولكن دعيني أقول لك أن الضغط الأقوى سيكون من قبل القاهرة لأن كما ذكرت لحضرتك أن القاهرة تمتلك كافة الأدوات سواء كانت الأدوات السياسية أو العسكرية أو الدبلوماسية بل أن القاهرة أثبتت وبجدارة أنها استطاعت أن تحافظ على استقرار ليبيا دون إطلاق رصاصها واحدة واستطاعت أن تجمع العالم كله لدعم الملف الليبي فمن استطاع أن يحقق الإنجازات التي حققتها مصر في شرق المتوسط وفي ليبيا دعيني أقول لك أيضا أن أوروبا الاتحاد الأوروبي كافة دول المجتمع الدولي داعمة للقرار المصري لحفظ على الاستقرار ليبيا نعم ما حدث في المغرب وما حدث في تونس هي عملية دعم للقرار المصري ونتمنى مزيد من ذلك لأن مصر وأن انتصرت في ليبيا ودعمت الاستقرار في ليبيا فكان انتصارها انتصارا دبلوماسيا وسياسيا قبل أن تطلق رصاصة واحدة ودون أن تطلق رصاصة واحدة ما يحدث في تونس هي عملية سياسية يعني خلينا أقول إنها حكيمة جاءت في وقت مناسب تدعم القرار المصري تدعم إعلان القاهرة يعني الذي سبق ويعني طرحه الرئيس السيسي للحفاظ على طبعا استقرار ليبيا أولا ووحدة الشعب الليبي خلف طبعا المبادرة المصرية ولكن طبعا وجدنا أن أردوغان ومليشياته رفضوها وهو هم الآن يستسلموا لها ليس يعني طبعا باختيارهم ولكن بإجبار من الجانب المصري ومن المجتمع الدولي تقول شكرا جزيلا لك من القاهرة دكتورة سمية عسلاء الكاتبة والباحثة المختصة بالشؤون ليبيا شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك